أخواتي والإخوان أنا مغادش نطول عليكم باش من نكررش ما قاله السيد رئيس الحكومة سابقا هذه فرصة مرة أخرى باش نبينو بأن هناك أغلبية متماسكة هناك أغلبية متضامنة مش متضامنة فقط من أجل أحزابها السياسية متضامنة من أجل إنجاح المشروع الحكومية من أجل المواطنات والمواطنين كان هناك إشكاليات كثيرة يعيشناها منذ 2021 نذكر بأن الأصار والمعاثرات دوز عشر سنين المعارضة منذ إنشائيين وكانت هناك نقاش لذكر من 2021 نقشنا وش فرصة هذه من الأصار والمعاثرات والحكومة وتحملنا المسؤولية قلنا نعم حزب أصار والمعاثرات ما تدارش باش نتاقد فقط بل باش تحمل مسؤوليته فالوقت اللي كان هناك إشكالية حقيقية كنا كان عانيو منه وتذكره في 2021 الخروج من الكوفيد ومن بعد فاشتخلنا الأغلبية وتمسكنا بهذه الأغلبية اليوم كان قولوا بأن كان هناك نجاحات كان هناك نقص التواصل باش نوصلها للنجاحات المغاربة وجميع الإخوة نتكلموا عليها اليوم سيد رئيس الحكومة سيد أخ نيزار باركة بطبع جميع رؤساء الفرق وغيكون هناك بطبع واحد تقوية المجال التواصلي مع المغاطنات والموطنين عبر كذلك عبركم عبر الصحافة لأنه عنده واحد طور مهم اللي تبسيد وتكسير ما تقوم به الحكومة وما استثمرت في مشاريع أولاً اجتماعية وتانياً في المجال الستمار للخلق المناصب شغل والتجاوب مع الإشكالية الأورى من دير الشباب والشابات اللي هو تشغيل ثم تشغيل ثم تشغيل ثم تشغيل فباش ننجحوه فيما تبقى من حد ولاية الحكومية يعني سنتين لابد أن يكون هناك تضامن أقو أكثر ومن كيفما ذكروها بعض رؤساء الفرق ما مغلبناش يعني الانتخابات اللي جاية المقبلة الانتخابات هي فقط واحد محطة باش نجدوا اتقاط ما بيننا وما بين مواطنات والمواطنين كيبقى أهم محطة والمحطة التنموية والمثار التنموية لإخدار المملكة المغربية هو التجاوب مع المواطنات والمواطنين باش نرجعوه باش تقويوا الاتقاط لكينا ما بين المغاربة وبين المؤثفات ديرهم وباش أنا دائماً كنقول لها ونعود نقولها قدامكم باش الحلم المغربي واللي ممكن عند الشاب المغربي كيفما كان يعني امكانيات الاجتماعية ديالو او تواجد ديالو الجهوي او الاكليمي هذا هو مال يعني خلاصة الافكار اللي بغلنا نوصلوها زائد طبع ذلك الشي مقالة ورأس الرئيس الكومة وغالباً من كذلك السن الزرغ هيكون عنده مجموعة عند الافكار اللي هيتقفونها شكراً لك اشتركوا في القناة